نحن في معادلة الضرب بالأدوات المتاحة علما أن هناك صواريخ حسب ما وردتنا من معلومات لم تطلق لحد الآن هذه الصواريخ مداها يصل للعمق الإسرائيلي وتخشى ما تخشى إسرائيل أن تصل هذه الصواريخ إلى القواعد العسكرية وإلى المدن الحيوية وإلى المطارات ولاحظي أن في البارحة كانت هناك هجرة عكسية الآلاف حول المغادرة إسرائيل هناك كذلك عدم ذهاب إلى التطوع من الجنود وكما كان قبل فترة هناك دعوة للتطوع للسلك العسكري من الجنود ولم يذهب الكثير هناك خذلان من الداخل الإسرائيل خذلان من المواطنين تجاه السياسة الإسرائيلية التي أوصلت الإسرائيل إلى ما هم عليه الآن هناك رعب حقيقي داخل إسرائيل هناك خشية من مفاجآت أخرى قد تحدث لأن حجم الرد الإسرائيلي كان عنيفا جدا يعني أنه هناك تخبط في الرد لم يرد في مواجهة العسكريين لم يرد في ثقنات عسكرية رد على المدنيين وهذا يحسب بأن الكيان الإسرائيلي اليوم متخبط ولا يعرف القرارات ولا يمكن أن يأخذ يعني سيد نبيل كما تحدثت الآن في الرد من قبل إسرائيل يعني المسؤولون في إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو يتوعدون برد شديد القسوة فإلى أي مدى ممكن أن تصل قوة الرد الإسرائيلي سواء كانت عسكرياً أم جغرافياً من حيث اتساع رقعة ومساحة الرد يعني هل من الممكن أن يكون هذا الرد كما يتوعد إسرائيل؟ لا أعتقد أن إسرائيل اليوم هي كإسرائيل 2014 أو 2016 أو 2019 إسرائيل محطمة من الداخل إسرائيل مقسمة إسرائيل في وضع لا تحرج عليه هناك تقاطعات في الكنيسة هناك أمور لم يرغب بها أكثر الإسرائيليين في أن تكون هناك يجب أن تكون هناك مخرجات حقيقي يجب أن تكون جدوى ما هو القضية القتال سوف لن تجدي نفعاً في إسرائيل لأن المقاومة لديها هدف وهذا الهدف هو واضح بأنه يجب أن تحرر فلسطين بكل المسميات وبكل الأعراف التي كفلتها الدستور والقوانين بأنه شعب محتل ويجب أن يتحرر لذلك الرد واضح جداً كان على الأبرياء كما تفعل إسرائيل دائماً في كل عملياتها في المجازر التي فعلتها سابقاً وأدمت القلوب في التصرف مع الفلسطينيين وكانت هناك إهانات كبيرة وحتى السجناء الموجودين المخبعين في السجون الإسرائيل التي حتى لا نعرف أعدادهم ولا توجد قاعدة لنعرف منهم الفلسطينيين وما هي المدد المسجونين بها لذلك هناك عنف حقيقي هناك سيطرة كبيرة ولاحظي اليوم أن الموازين تغيرت في هذه العملية هناك كلام من بعض الدول الأوروبية وهذا لأول مرة كلام يحدث من هذه الدول يجب أن يكون حل سريع وعادل للقضية الفلسطينية وهذا يسجل بأن المقاومة قد أثبتت فاعليتها وأثبتت قدرتها على التفاوض وهي المفاوضة وأن لا تملأ عليها الشروط كما كان سابقا لذلك هذه العملية بتقديري ستبقى وستستمر ولن تنتهي خلال أيام قليلة إلا بحصول ما تبتغيه المقاومة بأنها ستحصل على ما تريده من هذه العملية العسكرية ولأول مرة نقول أن العملية العسكرية التي بدأت بها وهذا يسجل بأن اليوم الحماس هي من تهاجم وهي لديها السطوة في الدفاع وكذلك هي من تقرر متى سيكون التفاوض وكيف ومتى وأين حتى في المكان نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر